بعد ساعتين من الآن تقريباً سيكون الجمهور وعشاق السينما في تونس على موعد مع العرض قبل الأول للفيلم القصير كاميكاز للمخرج حسان المرزوقي نعم مونة والفيلم على مدار 26 دقيقة يرصد شخصية تعيش صراعاً نفسياً ومحاولة لإعادة تشكيل وجه آخر للحياة خارج إطار الواقع لا يعني هي قصة حكيم هو شاب تونسي عصبي يعاني من أجل أن تكون حياته طبيعية وتسيطر الأفكار السلبية عليه ثم تضطره الظروف لمواجهة العنف بالعنف نعم والفيلم للمخرج حسان المرزوقي ومن كتابته أيضاً فيما يؤدي شخصية حكيم الفنان عبد المنعم شويات والحديث أكثر عن هذا الفيلم نرحب بضيفنا من العاصمة تونس المخرج والمنتج حسان المرزوقي أهلاً بك معنا مرحباً بكم بكنا أصدقائي وصديقاتي إلي ومونة شكراً شكراً لك وأنا سعيد بالحضور معك نحن أيضاً وسنبدأ من العنوان يعني كاميكاز عنوان يوحي وكأن بطل القصة ليس لديه ما يخسر ما الذي أردت أن تقوله من خلال عنوان كاميكاز؟ عنوان كاميكاز هو يعني فعلاً ليس لديه ما يخسر لأنه يريد بناء مجتمع جديد يعني يصير فيه الإصلاح التام حسب نظرته حسب نظرة الشخصية والممثل للعالم الجديد اللي هو يحب يعيش فيه ما بعد الموت نعم أستاذ حسان يعني نتعمق أكثر بالحديث عن شخصية الفيلم يعني في رسم معالم شخصية البطل لماذا ذهبت بعيداً في التشاؤم؟ ربما إلى درجة أن الموت بالنسبة للبطل هو خلاص الوحيد من هذا العالم غير العادل هو ليس التشاؤم وهو ليس الموت يعني الهدف المحدد الهدف المحدد هو بإعادة بناء المجتمع جديد يعني هو وقت يقتل لما يقوم بقتل يعني الأشخاص موش كل الأشخاص هو يقوم فقط بقتل الأشخاص اللي خارجة يعني يشوفها تعمل في أشياء الخطأ مثل مثل الاغتصاب وتحرش والعنف داخل المجتمع والسخ وتشويب سمحني يعني في الكلمة يقوم بقتلهم لإعادة يعني بناء مجتمع جديد في المارك بدون هذه الأشياء التي تشوه المجتمع لبناء مجتمع جديد يعني ما بعد الموت هي هناك بداية جديدة بالنسبة للشخصية في المارك في المشرحة اللي هو مكان العمل يعني ليس تشاؤم وإنما الشخصية في شخصية الفيلم تريد بناء جديد حسب نظرة الشخصية للمجتمع وما الذي يمكن تعويضه في المجتمع أو إعادة بنائه حسن جسد الممثل والمخرج عبد المنعم شويات دور بطل القصة هل كان إقناع شويات سهلا ولماذا هو تحديدا عبد المنعم شويات ممثل تونسي كبير يعني ذو مكانيات محترمة جدا اشتغلنا مع بعض في فيلم بقشيش اللي هو الفيلم الأول لي يعني والفيلم شايف نجاح كبير عالميا في كل مهرجانات وصلنا إلى مهرجان كان والشخصية كانت تتناشى معاه في الحركة في التصرفات وخاصة في تكوينه المسرحي اللي أنه هو مسرحي بالأساس وكانت المشرحة يعني اخترنا مشرحة كبيرة وعالم خاص وكانت مبنية على الحركة العفوية والمشرحة لذلك يعني اخترت عبد المنعم شويات كمسرحي الإقناع عبد المنعم شويات ما كانش صعب يعني اشتغلنا مع بعض يعني قبل الفيلم كميكاز وعجبته الشخصية ومثالها يعني يقام بأداء بأداء رائع جدا وأداء جديد بالنسبة لهوة ولم يجربش قبل الدور هذا في البسيكولوجيا خدم برشة دراما خدم كوميديا لكن البسيكولوجيا كان أول الأدوار اللي يتخدم معاه في التسلمة والتلفزة ونتمنى يعني يكون نجاح أمام الجمهور ويلقى يعني عجيب كبير نعم يعني هذا سؤالي يعني عن حب الجمهور التونسي برأيك لهذا النوع من الأفلام ما تحدث عن الانتقام والقتل والهروب من مآسي الحياة وحتى أن أغلب المشاهد كما ذكرت يعني في المشرحة أو في مصلحة حفظ الجثث يعني ما هي حدود الخيال الذي لجأت إليه في الفيلم وهل بالفعل يحب الجمهور التونسي هذا النوع من الأفلام هو ليس بناء على الجمهور التونسي بالأساس يعني الفيلم يطرح مشكل عالمي موجود في كل المجتمعات ليس فقط في المجتمع التونسي المشكلة يطرح أمراض نفسية أمراض العصر اللي موجودة يعني عند كل شعوب وكل الإنسانية عامة في كل بلاد في كل مجتمع فما الأمراض النفسية فما العنف لكن أحنا هنا العمل على أسباب العنف أحنا هنا في الفيلم يعني يعطينا النتيجة اللي نجم يوصل لها العنف اللي نجم يوصل لها الضغط النفسي اللي نجم يوصل لها التشنج العصبي هذه هي النتيجة في كاميكاز لكن الأسباب يعني يعطينا إشارة في الفيلم عن الأسباب والأسباب متعدة وموجودة عند كل الناس لما الفيلم يعني موجود الأمراض هذه والطرح هذا في كل العالم ليس فقط في تونس يعني طبعا وسنغوص أكتر يعني لماذا حسان فيلم نفسي درامي ولماذا أيضا عربيا برأيك لا توجد تجارب كثيرة مقارنة بسينما الواقع والدراما الاجتماعية عربيا تونسيا وعربيا كاميكاز يمكن اعتباره أول فيلم بسيكو درامي يعني عربي لأنه التجسيد الأمراض النفسية في السينما أمر صعب جدا يعني خاصة في التعامل معها مع الممثلين في التعامل التقني في التعامل في الكتابة لكن هناك يعني سينما الجديدة والحديثة الموجة الجديدة يعني موجودة الأفكار يعني وبتالدولة وأنا شخص من الموجة الجديدة هذه وفما كثير من المخرجين اللي قاعدين يخدموا في أفلام وفي أنواع النوعية الجديدة متع سينما ويترحوا فيها للجمهور وعربيا نحكي يعني موجودة عالميا لبسيكو دراما وموجودة مع مخرجين كبار برشا يعني كما مع غاسبر نوي حتى الفريدي تشكوك خدموا عليها برشا حتى في شانينك في الفيلم يعني الكبير المعروفة يعني مع جاك نيكولسون خدم برشا يعني في الأمراض النفسية وكيفية إخراجها والتطور متاحها نعم وأكيد لها جمهورها طيب يعني أيضا شارك فيلمك السابق بقشيش في مهرجان كان سينمائي في العام 2022 هل ترى أن إنتاج فيلم قصير ناجح أفضل من المغامرة بإنتاج فيلم طويل؟ هي السينما يعني أمر صعب لكن ليست مغامرة هي رؤية هو طرح طرح الفكرة وطرح الموضوع في حد ذاته يعني أحساس يعني علش المخرج يختار موضوع معين بشي يترحه في قاعات السينما لأنه الموضوع يجذب لأنه الموضوع حديث الناس لأنه الموضوع منتشر بكثرة الأمر صعب يعني في فيلم قصير وربما في فيلم قصير أصعب من العمل على فيلم قصير أصعب من العمل على فيلم طويل لأنه اليموسيون وقت اللي بيش تواصل الإثارة في 15 دقيقة وفي 10 دقائق وفي 20 دقيقة أصعب من أنك تواصل الإثارة في ساعتين وفي ساعة ونص شكرا جزيلا على هذه المشاركة المخرج والمنتج حسن مرزوقي كنت معنا من العاصمة تونس شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة